رحب رئيس الصيني شي جين بن بزيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى الصين وحضره قمة تشينداو لمنظمة شانجهاي للتعاون اكد الرئيس شي على استمرار البلدين في تعزيز ثقة الاستراتيجية المتبادلة وتعزيز التبادلات على كافة المستويات مشيرا الى اتخاذ بناء الهزام والطريق بشكل مشترك كخط رئيسي لقيادة التعاون العملي والتركيز على منكفحة الارهاب اقل الرئيس شي ان الاتفاق النووي الايراني يعتبر من النتائج الهمة للتعددية ويساعد في الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الاوسط والنظام الدولي لعدم الانتشار النووي مشيرا الى انه يجب الاستمرار في تطبيقه بشكل فعلي من جانبه قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان تطور السلس للشراكة الاستراتيجية بين ايران والصين يسعد الجانب الايراني مشيرا الى استعداد بلاده لتعميق التعاون العملي بين البلدين في جميع المجالات وتطبيق اتفاق التعاون الثنائي بشأن بناء الهزام والطريق بشكل مشترك كما اضاف روحاني ان ايران تأمل في ان يلعب المجتمع الدولي بما فيه الصين دورا ايجابيا في التعامل بشكل صحيح مع القضايا ذات الصلة هذا واشار الرئيس الصيني شيجين بن خلال اجتماعه مع نظير المنغولي خلتاما باتولجا الى ان تطور العلاقات بين الصين ومنغوليا يتفق مع المصالح الاساسية للشعبين كما قال الرئيس شي ان منغوليا اي اول دولة مراقبة لمنظمة شنغاي للتعاون والصين تؤيد جهود منغوليا لتهسين مستوى التعاون مع المنظمة من جانبه قال الرئيس المنغولي خلتاما باتولجا ان تطوير العلاقات الودية والتعاون المتبادل المنفع مع الصين يعد اولوية دبلوماسية لمنغوليا معربا عن امله في الحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى مع الصين وتكثيف التبادل والتعاون في جميع المجالات وتعزيز الصداقة بين الشعبين